بعد طول انتظار ولأول مرة منذ ثماني سنوات توصل أعضاء منظمة أوبك بقيادة السعودية إلى اتفاق لخفض إنتاج النفط بواقع مليون ومائتي ألف برميل ابتداء من يناير المقبل أسعار النفط استجابت فوراً لهذا الاتفاق وقفزت عشرة في المئة خلال ساعات قليلة بعد الاتفاق ليخترق سعر البرميل حاجز الخمسين دولاراً هذا الاتفاق مشروط بمساهمة منتجين نفط الكبار من خارج المنظمة بستمائة ألف برميل يومياً وعلى رأسهم ملوسيا والتي في حال التزمت بالمبادرة فقد تنعش أسعار النفط أكثر وأكثر مع العلم أنها تعهدت بتخفيض ثلاثمائة ألف برميل في اليوم لكنها لم تعطي جدولاً زمنياً لذلك وهذا ما فسره البعض بأنه محاولة للاستفادة من الأسعار المرتفعة للنفط بأكبر قدر ممكن لكن منتجين آخرين كالبرازيل وتركمانستان وأذربيجان لم يتعهدوا بأي شيء بعد وزير الطاقة السعودي كان قد أكد قبل الاجتماع أن الاتفاق الذي يتم على الأسس التي وضعتها المملكة سيسرع من عودة التوازن إلى السوق إذا كان في توافق في أوبيك حسب الأسس والمبادئ التي وضعتها المملكة العربية السعودية فبيكون في تسريع في التصحيح بيكون في إشارة قوية للمستثمرين عادة مستويات الاستثمار إلى مستوى صحي وهذه بتساعد الأسواق بشكل أسرع السعودية ستتحمل تقريباً نصف مليون برميل يومياً من الخفض فيما يتحمل العراق مائتين وتسعة آلاف برميل أما إيران التي كانت حجر عثرة في طريق التوصل الاتفاق سابقاً فستجمد إنتاجها عند نحو ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف برميل يومياً وهذا أقل بمائتي ألف برميل مما كانت تطمح سابقاً حيث أن فشل الاجتماعات السابقة كان سببه تعنتها بالوصول إلى سقف أربعة ملايين برميل يومياً الإمارات وقطر والكويت ستكون حصتها مجتمعة من الخفض نحو ثلاثمائة ألف برميل يومياً أما ليبيا ونيجيريا فقد تم إعفاؤهما من الخفض إذ تعاني الأولى من تراجع حاد في إنتاجها منذ أكثر من خمس سنوات والثانية أثرت على إنتاجها الهجمات الإرهابية على خطوط نفتها